روح المطبخ التونسي لهريسة يلين طلقت له روح طلقت له روح وتقعد تراث شعب نعتبرها عشوبة المطابخ الكل على كل حال هي محرحرة نقول وإحنا حتى الناس اللي يبدوا هكا نكونوا مفلفل أو محرحرة هي ما تكونش هريسة كما تكونش حارة فهم الهريسة الحلوة لا 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 هريسة الحلوة احنا حابنا نقول وزادة شهر التراث اللي احنا ودعناه الامس شهر التراث من 18 أبريل 18 ميه هو يعني شهر التراث في تونس معناه بش نركزوا على التراث لانه عنا مخزون كبير وتراث معناه مادي ولا مادي كبير والتراث هذا مشكلة يعني بالحق تؤرق الناس الكل بما فيهم المسؤولين 18 أبريل هو يوم العالمي المواقع والمعالم و18 ميه يوم العالمي المتحف السنة الموضوع هو رؤية تتطور وتشريعات توك مع العلم انه مجلة التراث متاعنا اللي عنا قاعدين يحاولوا بش يطوروها يحينوها معنا يطوروها حينوها ويطوروها بالنسبة للمفهوم التراث هو بش نلخصوه لانه فيه منظريات ومدارس وكل نقوله اللي هو موروثنا اللي توارثنها عن الأزيال اللي هو موروث واستقر استقر وصل المرحلة في الاستقرار معناه عن التراث الطبيعي اللي هم معناها الوحات والبحيرات هذيك المصنفة والحدائق الوطنية وكل ما هو طبيعة اللي هي محافظين عليها على أساس كونه هي منظومة بيئية متكاملة وكل المنظومة ذيك يجب نحافظوا عليه وحتى تنجم تتسجل في التراث العالمي ثم جربة هي تراث كامل يعني منظومة بيئية وثقافية وكل ما تم شروط ثم المدن المدن العتيقة اللي هي او المعالم الكبيرة كما كارتاج وكركوين وغيره ثم التراث قلنا الطبيعي ثم التراث الثقافي ثقافي متكون من نوعين تراث المادي اللي هم المعالم والمواقع والأثار وتراث الغير مادي ولكن في التراث الغير مادي او اللي مادي ثم ايش كالي مثلا كناخذوا المخطوطات المخطوطات هي في نفس الوقت تراث مادي يعني هكالورقة ذاكة والكتيبة ملموس في نفس الوقت هي تراث بما فيها من معلومات. أنها منقولة شفاوية. نأخذ النقائش كيف تراث مادية. وفي نفس الوقت هنا تدخل تدخل تدخل. لا نجب أن نصنفها. معناها تصنيف في صارم. أين تأتي الهريسة هنا؟ الهريسة تراث لا مادية. مثال الحائك. تراث مادية أو مادية نقول كيف يولي منه. هو الساعة كيف تستطيع القماش في صنعة معينة. هذا تراث لا مادية. صنعة كيف يصنع. ثم تلحيفة تراث لا مادية. لكن لو كانت تجيب حائك. يفوت ثلاثة أجيال. لدينا حياك توقفت مئة وخمسين سنة. يولي تراث مادية. هذه القطعة بالذات تراث مادية. نتذكر مرة في الكيف عندهم جابوا لوحة. حطوها يشدوا بها الواحد. السادية. يشدوا بها أثار. جابوا لوحة وحطها تحت الواحدة. ليس متح الأثار. جاسي الحداد. هو محافظ الموقع. قال لوحة هذه قريبة تعمل مئة سنة. كيف تدخل في الأثار؟ ليس جميل من السواء. وهي محتوطة. بالنسبة للمشكلة التراث. لدينا المحافظة عليها. لدينا المحافظة عليها. بالصيانة والتعهد. ولكن يجب الترميم. لأنه ساعة ساعة تلقى تراث من حالة. فيرموهم. كما عندنا مثلا ترميم المخطوطات. وهو علم كامل. وهو تكنولوجيا كامل. ثم زادة التنمية أو الإحياء. يعني التراث. يصبح عنصر من العناصر التنمية وخلق الثروة. نمشي وتول الهريسة. الهريسة دخلت كتورات عالمية. في ديسمبر 2020. ما هو أصلها؟ حسب التقريب. الهريسة وفلفل. معها كثير من الأشياء أخرى. الفلفل نعرف أنه جاء. معها المتبلات. الأسبان. عندما يذهبون إلى القرى الأمريكية. يجبون معهم الفلفل والطماطم والبطاطا والهندي والكل. من جملتها يجبون الفلفل. الفلفل هذا يعني 1492. فالريستوف كولومب يحبط فيه. نقوله في بداية القرن السادس عشر. بدأ الفلفل يأتي إلى تونس. عن طريق الأسبان ثم الأندرس. الموريسك. ما قبل ذلك التاريخ. نعرفه جميل. نعرفه جميل. جاءنا الفلفل. والفلفل هذا هو فلفل أحمر. فلفل من نوع هذا الأحمر. وفيه المادة تسمى الكابسيسينة. هي مادة كيميائية. حياتية كيميائية. موجودة في الفلفل. تأتي الحرورة. تلسع فلسان. وبالتالي تعطيها كل اللوك هذيك. اللي هي برشة ناس يلوجوا عليها. واللوك هذيك عندها تفاوت عندهم. حتى سلم كيفش يعني يقيسوا الحرورية متاع الفلفل. ما شنو السر؟ فلفل تلموه حار في أمريكا الجنوبية. لينجم يأكلوا. لا بشر الحيوان. فلسع فلسع الفؤاد. ما هو السر؟ انه التونسي يتحمل الدرجة هذيكة من الحرورية. والتعود. التعود. لانه يحفظها من الصغراء. ايه حاجة انتي تحب الماكلة انتي خطر تحبها. انت تكلها خطر تحبها. لا انتي تحبها خطر تكلها. واضحة. انتي تحب الماكلة خطر تلكلها. وبعد اذا كان كبرت شوية معاتش اذك علشان انا اخلقت مفهوم اسمه الامية الغذائية اذا كان تفوت عمر معين معاش نجم لحاجة تحبها خاتر روى درجة الحرورية اللي تحملها التونسي راهي كمتا يذوقها اي واحد من المشرق اخويننا مثلا يولي ينجز واحد انهم بسطا وانهم لا يوجد هررارة للمطارد الخردة اللي يعني عنده في الاوروبا لا يوصل لشعره اما في السوداء الازياتيك عندك كوريا والهند هذون كذلان عندهم فلفل الحرر انهم يطيبون سليسيكيه هذو يحطوهم مع حاجات خرين كما احنا نعمل مثلا لا يقولوا كل فلفل مثير ويقولوا مع ذاك الشي اسمه برد العبيدة لا لا يضعوا لفت تورشي هم عندهم الكمشي يعني في كوريا يعملوه بالفلفل معنا بشيوالي حار ووضح وكرومب معي عندهم الحار ويحبوا الحار عنده كوريا ولكن مرة مرة مساعدت السفير السفير الكوري جمعتني معاها فمتي غدا في بطعم معروف برشا اختارت الكوسكسي لكن جبهوا الحار وتتسيح وتتشفى انت توا اجنبي يجيك تحطيه كوسك حار برشا ولمشكلة نغطيه مذاق الكل علش تونسي راو عنده مذاق وضعيف برشا يحب حار برشا ويحب الحلو برشا فعنده فقر فقر في المذاق ما يقبلش المر ما يقبلش القارس يقولون انتم الشعب الوحيد اللي يشري ويجي دراج بالسكري واحد من الفاوج منظمة الوحدة العالمية منظمة الاغذية العالمية وهزيته يزور في تونس وكذا كذلك منظمة الوحيدة العالمية الشعب الأكثر الحلوة في العالم فنرجع الهريسة الحارة ليس الحلوة الحارة تسجلت في التراث الوطني ثم انتقلت التراث العالمي بجهد جهيد وميلف كلها كاملة من قطف الثيمار ومن حتى النوع الثيمار في حالة ثيمار الفلفل غلق لانه فيها نوارة الثيمارة الثيمارة يجب ان تقصه بطريقة لا تهلك النبتة لانه لم تزلت تولد وذلك ثم نوع طريقة معينة وخاصة ان الانساء متخصين فيها كيفية تكك يناحيو الكعبة من غير يضروا النبتة ثم التشفيف انت يشكوه ولا يحطوه في فوق ملاحف وغيره للشمس يشيح ثم بعضك يشيح ويحطوه في شكك ويحطوه في بقايا بش يتهوى يجب ان يدراسة البقايا اللي يحطو فيها بش ما يخنشوا ويجب ان يرد بالو على الماء ثم خدمة كبيرة تكنولوجيا نقولوا احنا مقوش تكنولوجيا نقولوا التقنيات ثريف وقت اللي نخرجوا خارج تونس نشوفوا في الصيفة منظر جميل برشاك يبدأ المشكك وفسطوحات في ريف القيروان وريف سيدي بوزيد نتعديهم مزيان برشا ونعرفوا اللي نابل هي نوعا ما كأن السهرة وحتى دراسة ذي اللي حطوها الملف مدى من مدينة نابل ومجمعية سيانة المدينة نقولوا هريس نابل هريس نابل رهي كل اخرى كما احنا نقولوا العربية هريسة نابلية هريسة نابلية هريسة تونسية شهرت بها نابل وفيما ماكرة في تونس ما عنداش معنى بلاش الهريسة كما البلابي هريسة نابلية بالتالي دخلت في المكونات متاع الأكلة التونسية اذاك عليش انا قتلك روح ايه روح المات طلعت له روحوك لانه ساعة سام عشتفة مش نو تاكل ايه من يقولوا احنا بتاع الهريسة فقال له شنية هذي قال له هذي معجون هم معجونة نفلفلة فالراجل طحي يعبي فيها ويحسابها معجون و ورصات له فيها وبعده لا ينجز فهنا هسينه ثم برشة حكايات لا نجوش نحكيها بالنسبة لديها الدور حول الفلفل وحول الحزات الحارة برشة حكايات طريفة وفم حتى حكايات صائرة حقيقية نتعدىه للطريق التحضير الهريسة الطريقة هذي لازمها برشة نظافة لانه كحكاية القزة لازمها تكون نظيفة مليح ثم استعمال الزيت جيتونة سواء في التحضير او بحماية اليد لانه اذا تستعمل اليد وباك الهريسة تنجز واحدك في الليل يعني بعد مدة معينة تحرق بها ويقول لك التجارب يقول لك الحاجة اللي تطفي هالكابسايسين هذي هي الكازين اللي هو البروتين تعلق الحليب الحليب والشبن والياغرت هذو ما يطفيه معتا واحد كيعمل سلطة مشوية هكا ويعمل هريسة والامراء تتحرق احنا نجريه الزيت لا 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 ماذا بك تاخذ طبع شبن ولا تاخذ ايه تمسح بها لك تمسح بها لك المضاد لها ايه ثم تشفيف وتشكيك والتهوئ التحذير يقعد راحية الفلفلة ذاكا ثم اللي يخليه بك الزريعة واللطف معناها معاشي انطاق وفما اللي ينحيه واضح يعطيك الصحة كهو ويقدموا الكتابة ذاكي مازالك يصدر عن وكالة احياء التراث اللي يتبعوا كتاب بالعربية وكتاب بالفرنسية من وكالة احياء التراث ودار أليف وفما قلناك بالفرنسوية فيه كل شي على هريسة وفما بالعربي اصدر بمناسبة شهر التراث هو بنزلك يصدر مش بضرورة خطر شهر التراث وقت يحضر شكرا يعطيك الصحة وهكا حكياتنا